فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن نعم زناراتهن والزنار هو الحبل العريض الذي يشد على الوسط هذا خاص بنساء أهل الذمة ليميزهن عن المسلمات أما المسلمة فلا تلبس الحزام في وسطها مطلقة لأن هذا مما يبين الفتنة في جسمها وتقاطيع بدنها ومن ناحية أخرى أن فيه التشبه بالكافرات التي يلبسن الزنار ويرخين نواصيهن قال ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن مقدمات رؤوسهن الشعر مقدمات الرؤوس المسلمة تفرق شعرها وتضفره أما الكافرة فإنها تؤمر بسدله من أمام والله المستعانى الآن نرى من نساء المسلمات من يفعلنا هذا بما يسمى بالخنافس فتسدل شعرها حتى تغطي عينيها أو قريبا من عينيها هذا تشبه وانظر إلى أن الشيطان لا يفتر عن إضلال بني آدم فكيف أغوى نساء المسلمات بهذه الصفة بما شرطه عمر على نساء النصار نعم لأن هذا من التشبه بالكفار والشيطان حريص على أن المسلم يتشبه بالكفار وقد غفل المسلمون إلا من شاء الله عن هذا نعم قال ويرفعنا عن سوقهن كذلك يشمرنا عن سوقهن لأن المسلمة مأمورة بإرخاء الثياب من خلفها قدر ضراع حتى تستر قدميها قد عقبيها أما الكافرة فلا تفعلوا هذا لأن لا يظن أنها مسلمة لأنها لا تتميز نعم ما فيه انكشاف شيئا من عورة نعم ليس فيه انكشاف شيئا من عورة تلفس عليها شيئا إما شراب أو جوارب نعم حسن قال حتى يعرف زيهن من المسلمات نعم لأنها لو سدلت من ورائها كالمسلمة لم يحصل التمييز نعم فإن رغبنا عن ذلك فليدخلنا في الإسلام طوعا أو كرها إما أن يلتزمنا بأحكامها للذمة وإلا فإنه ينتقض عهدهن فلا يبقى إلا أن تكون حربية تكون كافرة حربية حربية إما أن تسلم وإما أن تقتل نعم أو تسترق نعم والسلام عليكم قال وروا أيضا أبوش قال فإن رغبنا عن ذلك فليدخلنا في الإسلام طوعا أو كرها طوعا أو كرها أو يدخلنا نعم في الإسلام طوعا أو كرها أو كرها إن رغبنا في الإسلام محبة فذاك وإلا على الأقل يتظاهرنا بالدخول في الإسلام ترجمة نانسي قنقر